خنأ جلالة الملك عبدالله الثاني المسيحيين في الأردن والعالم بالأعياد المجيدة وشدد جلالته خلال لقائه رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات مسيحية في قصر الحسينية بعمان بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية على أن حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ديني وتاريخي من جهته عرب غبطة البطريارك ثوفرس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن تقديره لجلالة الملك على مواقفه الراسخة في تعزيز مبادئ السلام والوئام بين الأديان والعيش المشترك والدفاع عن المقدسات ودعم الوجود المسيحي في الأرض المقدسة وبدوره أكد غبطة البطريارك بيرباتي سبت سبع على بطريارك القدس للاتين على أهمية دور الأردن في تعزيز الحوار الديني ونشر القيم الإنسانية النبيلة